مرحبا عزيزاة الطلاب و سهلا بكم بدرس جديد اليوم عندنا شرح موضوع جديد وهو بمعنى السؤال عن الاراء والافكار عندنا اكثر من طريقة حتى نسأل بيها الاشخاص عن اراءهم وافكارهم اذا رح ناخد نماذج شلون نجاوب عن هاي الافكار في هاي الطريقة بالبداية السؤال يعني بماذا تعتقد او ماذا تتصور انتش تعتقد انتش تشوف انتش تتصور استخدم هاي الطريقة او اكو طرق اخرى طبعا او اقدر اقول كيف تشعر بشأن بعدين اذكر الادات اللي انا داريد اسأل عنها او الموضوع اللي انا داريد اسأل عنها حس اكو طريقتين هاي طريقة وهاي طريقة وهاي طريقة ماذا تعتقد ماذا تعتقد وبعدين دا ايضا شا اريد اسألة انا على شنو اريد اسألة وعلامة استفهام ها نحن اذا يسأل على القصة ما لتعالي ش دريةك بيها ش تعتقد انت او اردد تقول تكمل السؤال which story is the best اي قصة هي الافضل قد يكون عندي قصة تين يريد من عندي اختار قصة انا شو راح اجاوب اي think that انا اعتقد انه هذا قالب يحفظ بعدين هاي الظ او هاير خلي انا نقول his story القصة مالته هاير story القصة مالته قصتها عليز story قصة علي نورة история قصة نورة او اكول your story قصة مالته او my story او القصة مالتي بعدين ابدي اقول is هذا قالب يحفظ is وراها ابدي أريد أقول the best أفضل شيء funniest يعني أكثر شيء ممتع the most interesting most interesting بمعنى الأكثر استمتاعا the most embarrassing embarrassing يعني مخجلة أو محرجة أريد أقول high story is embarrassing يعني محرجة أو يكون أجمل شيء ممكن أجيب عشرات أو مئات الصفات أخليها مكان ذنتي الصفات amazing fantastic the best الأفضل وهكذا هو شنو ممكن يسألني what do you think of قال بيحفظ يعني هو يقول give your opinion أو ask about opinion أو اسأل عن ال opinion عن الرأي مالتك وريد من عندي أجاوب فرح أجاوب هاي الطريق I think that what أنا أعتقد your story قصة مالتك أو his story أو her story أو your story أو my story is حسب يجوز مثلا مو story يجوز مثلا بوك الكتاب مالتك ممكن السيارة مالتك أوك your car is amazing رهيبة interesting ممتعة ممكن يسأل عن الفيلم ممكن يسأل عن فالشغلة عندك إياها فأنا ش أسوي أنا أحفظ القالب مالتك القالب مالتك يقول I think that وبعدين أكتب شنو الحاجة اللي أنا أريد أحكي عنها وبعدين is وبعدين أقول الصفة هنا لازم يكون عندي عندي صفة هنا اسم الشيء اللي أنا أريد أحكي عنه وأكمل الجملة إذن هذا كل ما يتعلق ب asking for opinions السؤال عن الأفكار ما مطينا بعض شيء أضافي ماكو تمارين عنه بالكتاب هو فقط شرحه بهاي الطريقة سعى تعالوا نتقل إلى موضوع آخر هو imperative هو الجمال الأمرية ونأخذ أمثلة عنه كتبوه لأنه رح ننتقل إلى الموضوع الآخر أنتقلنا إلى موضوع مهام هو imperative sentences بمعنى الجمال الأمرية الجمال الأمرية شو نعرف هاي الجمال الأمرية مبدوء ب فعل فعل مبدوء ب don't ومبدوء ب never هاي كلها الجمال الأمرية خلينا أخذ مثال شو المبدوء بفعل مثلا do your homework سوي واجباتك فعني هنا هاي أمرك أطيك أمر إنه لازم تسوي واجباتك write your homework اكتب واجباتك زين work hard أعمل بجد work فعل هنا هم فعل never let children play with matches أبد لا تدع الأطفال يلعبون بعواد الثقاب بديتها ب never 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 وبعدين الفعل يعني أبد لا تخلون الأطفال يلعبون بعواد الثقاب وهنان don't cheat in your exam لا اضغوش بالامتحان بديتها ب don't إذن أما ما بدو أب don't أو ما بدو أب never أو ما بدو أب فعل رئيسي هنا هنانا do your homework هنا هنانا دو فعل جاي رئيسي اوكي do your homework مو فعل مساعد اوكي هنا هنانا فعل رئيسي مو فعل مساعد إذن هذا هو الجمل الأمرية فقط أريدكم تعرفون الجمل الأمرية ومين متكونة إلى هنا ينتهي الدرس اليوم شكرا لكم ونتظر له في الدرس الجديد